Peace be upon you, السلام عليكم, hello my dear kids أهلاً أبناء وبناتي وطلاب وطلبات الصف الأول الابتدائي إن شاء الله النهاردة هنبدأ في منهج الترمي التاني في منهج Smart, Smart 1 عندنا ينت 5A الجزء الأول من الواحدة الخامسة نشوف مع بعض what's the title of the unit عنوان هيئه الوحدة بتاعتنا? عنوانها Jobs Jobs يعني وظائف كلمة job يعني وظيفة وما نعملها plural يعني جمع يبقى اسمها Jobs يبقى بنتكلم إن شاء الله النهاردة عن Jobs يعني الوظائف ولو عايزين تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت هتلاقوا رابط بتاعتها في صندوق الوصف وكمان هتلاقوا رابط صفحة الفيس واليوتيوب وإنستجرام ورابط قناة التليجرام وما تنسوش كمان هسيب لكم رابط للتدريبات إضافية تفتحوها وتشوفوا الإجابات بتاعتها عشان تأكدوا جاوبته صح ولا لأ نبدأ مع بعض يلا Look at this how many pictures can you see شايفين هنا عندنا كم صورة There are two pictures تمام برافو عليكو عندنا صورتين What can you see here in picture number one شايفين ايه عندنا هنا في الصورة دي There is a man And there is another man عندنا هنا اتنين هنا في الصورة بيتكلموكو الواحد بيقول ايه وهنا This is a building في مبنى هنا كده شكله كده عامل زي ما يكون ايه ايوة Hospital Hospital يعني مستشفى طب نشوف ايه اللي بيحصل بقى هنا بيشاور على المستشفى على ال Hospital وبيقول وبيشاور كمان على Doctor اللي احنا شايفينه هنا بيقول He is a doctor He is a doctor يعني انه طبيب هو طبيب This is his hospital ودي المستشفى اللي هو بيشتغل فيها This is his hospital His يعني بتاعته اما اقول الحاجة دي ملكه هو اسمها His His This is his hospital هذه المستشفى الخاصة به يبقى دي اول جوب بنشوفها النهاردة اللي هي وظيفة مين Doctor Doctor طب ال Doctor بيشتغل فين انتي hospital في المستشفى فالدكتور نفسه بقى بيقدم لنا نفسه بيقول Hello I am Michael يعني اهلا او مرحبا انا مين انا مايكل لما اجي اقدم نفسي بقول ايه فاكرين ايوا برافو بقول Hello واقول I am واقول اسمي Hello I am Michael I am a doctor I am a doctor يعني انا طبيب لما اجي اقول وظيفتي اقول ايه يا شاطرين اقول كده I am واقول الوظيفة اقول الجاب انا طبيب اقول I am a doctor نروح على picture number two والصورة التانية شايفين هنا doctor موجودة ها وكمان عندنا the man الرجل اللي بيسأل عن الوظائف اللي بيقول لنا عن الوظائف بيشاور بقى على الواقفة دي البنوت الواقفة دي بيقول ايه Is she a doctor to to دي يعني ايضا هل دي هل هذه ايضا طبيبة Is she Is she يعني هل هي طبيبة فالدكتور رد قال لنا No She isn't لا هي مش طبيبة اللي بتبقى لابسة الكاب كده الابيض فوق رأسها دي بتبقى nurse She's a nurse nurse يعني ممرضة بقى دي تاني جاب هنعرفها النهاردة اللي هي وظيفة ايه nurse ممرضة يعني ايه nurse هناخد الكلمات بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله بعد كده شفنا مين هنا who is اسمين ده ايوة برافو عليكم ده police officer الشرطي ضابط الشرطة look he's a police officer look يعني انظر شفوا كده انظر انه ايه ضابط شرطة he is he is يعني هو جبنا is هنا مع he فاكرين فربتو بي هنا مع he اسمه ايه is he is a police officer يبقى ضابط شرطة يعني ايه police officer the next picture الصورة اللي بعد دي look at this شايفين هنا ايه what's this دي اللي قدامنا دي it's a plane plane يعني طائرة اللي بيزيل بيمشي بقى بيحرك الطيارة بيسوق الطيارة اسمه ايه الطيار الطيار اسمه هنشوف دلوقتي بيشاور على الشخص ده وبيقول who's this من هذا who's this معنى هذا فاكرين كنا بنقولها كده who's this بنستخدم who لما نسأل عن شخص عاقل هو يعني من and what's that وما ذلك ما هذا الشيء اللي هناك ده what باستخدمها لما أسأل عن الأشياء عن الحاجات الغير عاقلة واستخدم what لكن العاقل استخدم who فهو شاور على الرجل وقال who's this من هذا ولما جاي شاور على الطائرة قال what's this يعني ما هذا who's this and what's this من هذا وما هذا الشيء فرد علي قاله this is Mr. Brown يعني ده اسمه Mr. Brown he's a pilot he's a pilot pilot يعني طيار يبقى وظيفة الطيار اسمها ايه a pilot pilot he's a pilot يعني انه طيار that's his plane واللي في الصورة دي جنبه دي الطيارة الطيارة اللي بيشتغل بقى بيسوقها اسمها plane طيارة يعني ايه plane 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 يبقى دي الجواب اللي عرفناها دلوقتي pilot ايه كمان عندنا منشاور هنا على شايفين دي الوقفة تشرح للأولاد في المدرسة المعلمة اسمها ايه برافو عليكم فهو بيشاور عليها بيقول is she a teacher is she لما السؤال يبدأ بis يبقى معناه هل is she a teacher يعني هل هي معلمة فارد قال له ايه yes she is ايه فعلا ده هي وقفة تشرح للأولاد ايه في المدرسة يبقى yes she is and this is her school ودي المدرسة بتاعتها يبقى التيتشر بتعمل فين at school في المدرسة مدرسة يعني ايه school the last picture الصورة الاخيرة بيشاور هنا على picture دي كده بيشاور على البنوت الصغيرة اللي موجودة في المدرسة هي اللي بتشرح لها التيتشر طب التلميذة بقى اسمها ايه بيقول what's her name بيشاور عليها وقل ما اسمها what's her name her 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 حاجة بتاعتها هي اسمها هي دي صفة ملكية اسمها هي her 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 what's her name ما اسمها فقال له her name is sandra يعني اسمها ايه sandra and this is a student ودي بتشتغل ايه بقى student student يعني طالبة his اللي بيشاور على الطالب التاني his name is peter his name is peter يعني اسمه الطالب اللي واقف ده اسمه peter يبقى هو هنا شاور على المعلمة وقال her name is sandra المعلمة اسمها sandra واللواقف قدامها هنا ده الطالب بتاعها اسمه peter طيب وطالب يعني ايه student 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 هنشوف بقى مع بعض دلوقتي اتعرفنا الوقتي على job سناخد بقى الكلمات بالتفصيل ونحفظها كويس repeat after me يلا اقولوا معايا مين ده يا حلوين طبيب طبيب يعني ايه doctor 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 وازاي سمين دي ممرضة ممرضة يعني nurse 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 ضابط شرطة ضابط شرطة يعني ايه police officer police officer police officer كمان شفنا طيار طيار يعني pilot pilot اخد بالنا من اللبس بتاعه مختلف عن لبس police officer pilot pilot المعلمة وفا تشرح السنبور هي معلمة يعني ايه teacher 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 طالب او طالبة student 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 كمان شفنا الplaces الاماكن اللي هما بيعملوا فيها الدكتور والنرس بيعملوا فيه hospital مستشفى يعني ايه hospital 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 teacher بتسعمل فيه at school مدرسة يعني school 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 كمان البيلت عنده ايه بيشتغل فيه بقى plane طائرة بيسوط طائرة plane 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 نحفظ الكلمات كويس شوف مع بعض كده الاولاد هنا بيسألوا ايه مشاور هنا على النرس الممرضة بيقوله هل هي ممرضة هل هي عشان اسأل سؤال بمعنى هل هنا ببدأ بالفعل المساعد الفعل المساعد هنا اسمه is 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 she a nurse هل هي ممرضة is she a nurse repeat after me قولوا معايا كده is she a nurse هل هي ممرضة ولما السؤال يبقى معناه هل بنجاوب عليه بيس أو نو ايوة او لا نعم او لا ونعكس اول كلمتين نعكسهم يعني she بدل ما هي التانية تبقى اول كلمة و is بدل ما هي اول كلمة تبقى هي التانية يعني هقول yes she is هقول ايه yes she is ولو قولنا no بنقول no she isn't يبقى هل هي اسمها اي تاني is she is she a nurse yes she is repeat after me يقولوا معايا كده is she a nurse yes she is كمان عندنا هنا بيشاور على الشخص اللي واقف ده ده طبعا دكتور طبيب لكن هو بيسألنا بيقولنا is he a teacher is طالما السؤال بدأ بإيز يبقى معناه ايه برافو عليكم معناه هل ونجاوب عليه بإيه yes or no ونعكس أول كلمتين فقلنا هنا بصينا لأنه مش teacher فنقول ياس ولا no no تمام يبقى نقول no he isn't لما نقول no نقول إيه no he isn't مع no بنضيف an apostrophe t في نهاية كلمة is اللي يم اختصار كلمة not علامة النفي يبقى مع no بنقول no he isn't يبقى لما يسأل سؤال بمعنى هل هابدأ السؤال بإيه هنا بإز repeat after me يقول معايا كده is he a teacher no he isn't نتمرن على الأسئلة وإجابتها مع أصدقائنا نشوف كده بقى الجرامر بتاعنا بالتفصيل عرفنا إن السؤال اللي بمعنى هل بيتكون إزاي بيبدأ بالفعل المساعد طب مع jobs مع الوظائف لما يسأل هل هو هل هي نستخدم إيه is مع he وshe وقات وأي اسم مفرد بجيب is أقول is he is she is واسم مفرد يعني بقول is أحمد مثلا زي ما أقول هنا is he a doctor والإجابة تبقى إزاي طالما السؤال بدأ بis he تفقنا هنجاوب بyes or no ونعكس أول كلمتين فأقول هنا yes he is he is yes he is هنا برضو بنشاور على التيتشر دي وبنقول عليها is she a nurse هل هي ممرضة is she a nurse فطبعا هنقول ياسوى لno no لأنها مش nurse ونقول no she isn't ما ننساش علامة النفي نجيبها لما جملة تبقى الإجابة بإيه بno في الناجاتب في النفي نفي is isn't نفي is isn't in apostrophe t اختصار كلمة اختصار كلمة not اختصار كلمة not يبقى اكتبها كده يبقى is نفي isn't he is a police officer يعني هو ايه هو ضابط ضابط شرطة لما جملة انفيها بقى هقول ايه he isn't a doctor هو ليس طبيب يبقى نفي ايه نفي is ايه نفي is isn't she's a nurse يعني ايه يعني هي ممرضة تمام لما انفيها اقول she isn't a teacher هي ليست معلمة يبقى نفي ايه 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 نفي ايه isn't تمام notice لاحظ زي ما اتفقنا قبل كده لما بسأل عن شخص عاكل بسأل بعدات الاستفهام اللي اسمها ايه هو يعني من تسأل عن four people يعني للاشخاص للشخص العاكل هو who is this he is mister brown من هذا اقولنا هو mister brown عشان هو عاكل شخص عاكل يعني انسان سألنا عنه بكلمة ايه هو لكن four things للاشياء اما جسأل عن الاشياء يعني غير العاكل باستخدم ايه ما او ماذا يعني what اقول what is this what's this it's a plane يعني انها طائرة يبقى مع العاكل باستخدم هو وغير العاكل استخدم what punctuation علامات الترقيم بيقولنا خد بالك من الملحوظة دي لما نيجي نجاوب بyes او no لاحزنا ايه بعد yes او no العلامة اللي احنا شايفين هدي دي اسمها comma comma يعني فصلة بتتحط على السطر لازم بعد yes او no هنحط ايه comma على السطر في حالة الايجابة المختصرة اقول yes he is no he isn't بعد yes او no لازم نحط ايه comma ناخد بالنا من الملحوظة دي طب هنعرف نصلح الجمل دي كده نحط القمة في المكان المناسب ليها look at number one who can read مين يقرأ number one يا شطار yes she is a teacher نعم هي معلمة ها نحط القمة فين ايوا bravo بعد ايه بعد yes يبقى نحط القمة هنا تمام يلا number two who can read مين يقرأها yes no he isn't a pilot لا هو مش مش طيار ها نحط القمة فين يا شطار bravo بعد no number three no she isn't a nurse لا هي مش ممردة ها من شاطر هيقول لي نحط القمة فين yes bravo عليكم بعد no يبقى عرفنا بعد yes او no لازم نحط ايه على السطر قمة كمان هنتكلم في الفناتكس في الصوتيات الأصوات الصوت النهاردة اللي نتعرف عليه اللي ما ييجي الحرفين دول مع بعض s-h s-h بتتنطق shah shah s-h تنطق ايه shah زي كلمة محل محل يعني shop 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 سفينة ship ship يبقى s-h نطقناها هنا ايه shah كمان كلمة يطلق shot shot shah قميص shirt shirt حزاء shoo shoo يغلق shut shut هي she she سمكة ايرش shark shark قصير short short يبقى s-h بننطق ايه shah تمام يلا نحل بقى نشوف فهمني النهاردة تشو بزا نختار اللي جابة الصح number one he نختار لها is ولا are a teacher he بنختار لها يا شطور bravo is bravo عليكم number two she isn't ولا aren't a nurse هي ليست ممرضة اختار لها ايه bravo اللي بتيجي معا شي وشي وقت والمفرد isn't number three he a teacher اقول are he a teacher واللي is he a teacher تمام bravo عليكم is he a teacher number four yes ولا no وبعدين هنا he isn't he isn't نختار قبلها yes ولا no اه ابصت كده لقينا هنا ايه isn't ومعاها ان apostrophe ليه علامة النفي بقى بنجاوب بقيه هنا no he isn't بعدين هنا yes ولا no she is she is ما فيهاش علامة النفي بقى اللي جاب بقيه بyes yes she is bravo عليكم match هنا هنوصل نقرأ يلا who can read number one مين هيقرأ الجملة الاولى bravo ايوه طيار فين هو الطيار ايوه هنا bravo يبقى نيجي هنا ونكتب one number two she is a doctor she's a doctor يعني هي ايه طبيبة bravo يبقى نيجي هنا ونكتب two number three who can read مين يقرأها yes i'm a student i'm a student i'm يعني انا اكون انا ايه انا طالب فين الطالب yes bravo هنا نكتب three number four who can read مين يقرأها he is a police officer he's a police officer يعني ايه police officer bravo ضابط الشرطة يبقى نيجي هنا ونكتب four bravo عليكم دي تدربات اضافية سبقى لكم تحلوها هسيبوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف هتلاقوها موجودة في بالاجابات بتاعتها نسخة متجاوبة ونسخة مش متجاوبة عشان تراجعوا اجاباتكم وهتلاقوا كمان في صندوق الوصف رابط كل الوحدات اللي فاتت ان شاء الله وتابعوين نكمل باقي المنهج well done احسنتم يا حلوين thank you هتلاقوا كل الرابط اللي محتاجينها بإذن الله في صندوق الوصف ورابط صفحة الفيس واليوتيوب وينستجرام ورابط قناة التليجرام thank you goodbye bye